أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما الطلب الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي نرحب بكم في المحاضرة الأولى من هذا المساق سائلا المولى عز وجل أن يعجل بدفع الوباء وأن يمن علينا بالشفاء اللهم آمين اللهم آمين كي نلقاكم عن قريب وجاهيا بإذن الله عز وجل هذا المساق يعتبر من المساقات المهمة للطلبة وهم على أبواب التخرج حيث أهداف هذا المساق تصب في هدف رئيسي واحد وهو أن يتعلم الطلبة كيفية إعداد مقترح الدراسة الخاص بهم أو مقترح بحث التخرج مقترح الدراسة أي البروبوزا ومن ثم أيضا أن يتعلم كيفية كتابة البحث نفسه بمعنى مخطوطة البحث نفسه بأسليب علمية يهيأ الطالب بعد هذا المساق أن يكون قادر أو يضع قدمه على أولى خطوات البحث العلمي وأن يكون مستقبل باحث واعد بإذن الله عز وجل سنتحدث في الإسبوع الأول في هذا المساق سنعرف ما هو البحث العلمي وسنعرف ما هي العقبات التي تواجه البحث العلمي ليس على مستوى العالم العربي فحسب إنما حتى على مستوى عالمي إضافة إلى ذلك سنعرف ما سبب الفجوة بيننا وبين العالم سواء كان الغربي أو الشرقي في البحث العلمي الموضوع الآخر في الإسبوع الثاني سنتحدث عن سنتحدث عن أنواع البحث العلمي سنعرف أن البحث العلمي أنواع ليس نوع واحد وطبعا كل نوع من أنواع هذا البحث العلمي مخصص لأغراض معينة في الإسبوع الثالث سنتحدث عن كيفية اختيار موضوع البحث هل كل المواضيع يصلح عن تبحث؟ بالطبع لا هل هناك مواضيع لا يصلح عن تبحث؟ بالطبع نعم هناك مواضيع معروفة معلومة هناك معايير بناء على هذه المعايير نقدر هل الموضوع يصلح للبحث أو لا يصلح للبحث سنتعرف على هذه المعايير وسنعرف المقياس الذي فيه أو بواسطته نقيس قابلية البحث لكي يجرى أو يبحث في الإسبوع الرابع إن شاء الله سنتحدث عن كيفية إعداد البروبوزل بتاع البحث بريبير إي ريسيرش بروبوزل بدنا نعرف مقترح الدراسة هذي كيف إحنا منعده؟ إيش مكونات مقترح الدراسة هذي؟ وحنلاحظ بعد هيك إنه إحنا في الأسابيع التالية نمسك أحد مكونات مقترح للدراسة لبروبوزل ونتحدث عنه من حيث كيفية صياخته كيفية إخراجه كيفية التعبير عنه يعني مثلا في الإسبوع الخامس سنتحدث عن title and cover page العنوان بتاع الدراسة كيف منصيغ العنوان؟ هل أي عنوان بنفع؟ أم هناك معايير بناء عليها؟ أنا بكتب عنوان الدراسة أكيد هناك معايير هنتعرف عليها حتى الـ cover page صفحة العنوان تبعت البحث إيش بكون فيها من معلومات؟ أيضا هنتعرف عليها في الإسبوع السادس سنتعلم كيفية صياغة مشكلة الدراسة problem statement and formulation of study significance وكيفية صياغة أهمية الدراسة سنتعرف ما هي مشكلة الدراسة كيف نعبر عنها كيف نقوم بكتابتها كيف يجب أن تكون مقنعة لذو الإختصاص للجهات الداعمة للجامعة التي ستناقشني وستتبنى هذا المشروع كيف بدأ أقنعهم في مشكلة الدراسة؟ و لماذا ستستفيد إنجهات الحكومية إلى آخره؟ إن شاء الله سنتعلم كيفية إجراء التالي في الإسبوع السابع سنتعلم كيفية صياغة أهداف الدراسة formulation of study objectives هل كل هدف يصلح أنه يكون هدف للدراسة؟ أكيد لا أهداف الدراسة كيف نصيغة؟ الأهداف في الدراسة كما سنتعلم هي المسارات أو الإجراءات اللي أنا حقوم فيها عشان أصل لإجابة التساؤل الرئيسي بتاع البحث أو بتاع الدراسة صياغة الأهداف إذا كانت المسارات مصارها بشكل صح وأنا أجريت الدراسة عبر اتباع هذه المسارات بشكل صح أكيد حصل إلى إجابة التساؤل الرئيسي ابتبعي بتاع الدراسة الأسبوع الثامن سنتحدث عن كيفية استخدام الدراسات السابقة في تدعيم البحث بتاعي Uses and Statement of Literature Review الدراسات السابقة كيف أنا أزلها من الإنترنت أو كيف أحصل عليها من مصادرها تمام؟ وكيف أصيغ الدراسات السابقة هذه وأكتبها في طريقة علمية بحيث أن أنا أستشهد فيها وأسترشد فيها في بحثي إضافة لذلك إنها تعزز عند الخلفية العلمية حول الدراسة الأسبوع التاسع إن شاء الله سنتحدث عن أنواع تصاميم الدراسات times of study designs هل تصاميم الدراسات الموجودة في العالم واحد أكيد لا هناك تصاميم مختلفة لقول تصميم استخدام معين وهناك تصاميم designs تصلح لدراسات ولأغراض معينة في حين لا تصلح لأغراض أخرى فإن شاء الله رب العلم سنتعلم هذه الدزاينات كلها يعني سنعرف ما الفرق بين case control design وال cross-sectional design وال prospective design وال retrospective design وال longitudinal design and so on بالأسبوع العاشر إن شاء الله سنتحدث عن type of variables and scale of measurements سنعرف ما هي أنواع المتغيرات ما هو المتغير المستقل وما هو المتغير التابع dependent variable dependent variable وما الفرق بينهم وما هي أفضل طرق للتعبير عن هذه المقيس في الأسبوع الحادي عشر إن شاء الله سنتحدث عن types of sampling methods أسليب الاعتيان وأخذ العينات هل كل أسلوب اعتيان يصلح لكل دراسة أكيد لا هناك دراسات لها أسليب اعتيان معينة يعني أخذ عينات أو اختيار عينات ودراسات أخرى لها أسليب أخرى خاصة فيها الأسبوع الثاني عشر سنتحدث عن جزئية جدا مهمة تتحدث عن data summary and presentation هذه الجزئية مهمة إحنا نستعرضها ونتكلم عنها لأنه بتفيدني غدا عند كتابة النتائج يعني لما أكتب أنا النتائج في شابتر 4 في المانسكريبت تبعتي حكته بال results كيف بدي أعرض الرزل تبعتي فلازم أتعلم كيف أنا أبرز البيانات بعد التحقيق الإحصائي على شكل أرقام تتحدث وهذه الأرقام بدي أعملها تلخيص وعرض العرض إما في تيبلز جداول أو باريتشارت أو باريتو أو هستوغرام بناء عن نوع البيانات أي نوع من أشكال عرض البيانات إن شاء الله حنتحدث عنهم لأسبوع الثالث عشر سنعرف كيفية عمل work plan اللي هو خطة العمل تبعتي وكيفية إسقاط أيضا مقدمة البحث العلمي عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى التوسط إلى حلول لمشكلات محددة أو إجابات عن تساؤلات معينة بأساليب علمية محددة يمكن أن تؤدي إلى معرفة علمية جديدة لعضة حضراتكم البحث العلمي الوصول لإجابات من خلال المرور بطرق وأساليب علمية إجابات عن إيش؟ لمشكلات لتساؤلات يعتبر البحث العلمي من أهم وسائل التنمية لهيك إحنا من لاحظ أن الدول المتقدمة هي الدول التي تنفق أكثر على البحث العلمي لذلكم كلنا القول أن البحث العلمي هو الحد الفاصل بين الدول المتقدمة والدول التي ما زالت على أعتاب القرن التاسع عشر وعلى أعتاب التقدم لكن هناك صعوبات كبيرة تواجه الباحثين في كتابة وتصميم وإخراج البحث بالشكل السليم حتى يرتقل المستوى المطلوب للنشر في مجلات تعليمية ذات مستوى رصيم طبعا إحنا كباحثين علميين لكن في المجال الصحي بهمنا أكثر شيء البحث الصحي البحث العلمي أنوان أكبر لكن البحث الصحي يعرف البحث الصحي بأنه كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية المعرفة والمهارات في المجالات الصحية المختلفة وإيجاد الطرق الأفضل للوقاية والعلاج من الأمراض لاحظوا نحن ندور حوالينا الأمراض وكذلك تطوير النظام الصحي كمان حتى لو بدأت طور النظام الصحي وكذلك تطوير النظام الصحي قادر على الاستجابة بفعالية ونجاعة لإحتياجات السكان في ظل بيا صحية ديناميكية أيضا البحث الصحية ممكن توفر لمعلومات هامة حول اتجاهات الأمراض وعوامل الخطر ونتائج البرامج أو التدخلات الصحية العامة وأنماط الرعاية المختلفة وتكليف الرعاية الصحية واستخدامها بحث الصحي أيضا مهم لأنه يهتم في السلك الصحي وما يتعلق به من جوانب سواء بشرية أو بيئية طب إيش أهم العقبات اللي بعاني منها البحث الصحي؟ بشكل عام قلة الاستفادة من البحث في المؤسسات الأكديمية إذا ما ندعمتش للبحث فطبيعي مش هتسخر أدواتها وأجهزتها ومعدات عشان تجري بحث وتفيد في الدولة وتفيد في المجتمع طالما لم تستفيد عشان هيك أنا منلاقي في العالم برا أنه دائما الأبحاث تتبنىها شركات الشركات بتدعم باحثين تمام؟ في جامعة معينة هم بيقوموا في البحث زي شركات الأدوية بتدعم باحثين في الجامعات وهم بيقوموا بالبحث عن عقرات جديدة أو علاجات جديدة أو اكتشاف اللي هو تطعيمات جديدة بدعم من شركات الأدوية أيضا عائق آخر أو عقبة أخرى انخفاض معتلات النمو الاقتصادي نحن منعرف طالما البلد عندها نمو الاقتصادي مرتفع أصبح نسبة ما تخصصه للبحث العلمي حيكون كبير انخفض معادة نمو الاقتصادي طبيعي نسبة ما ستخصصه للبحث العلمي حيكون قليلا مشكلة حريط البحث يمكن خرج عندنا هاليام وظهر عندنا موضوع اللي هو الضوابط اللي بتتعلق بسلامة البشرية تمام فأي بحث علمي ممكن يأثر عن ناس أو أبشر وكذا يمنع إجراؤه في البلد وإن كانت بعض الدول الكبرى تتحالع هذا الموضوع من خلال إجراء الأبحاث في السجون أو في دول أخرى تاني من العالم التالت لكن وإن كان هذا الشيء من ناحية شرعية لازم ناخده بعض الاعتبار لكن يعتبرون أن معاقات البحث العلمي بالذات أبحاث الأدوية والتطعيمات اللي بيتم إجراها على البشر مشكلة أخرى مشكلة التبادل للمعلومات كثير من الدول بتخفي نتائج الأبحاث بتاعتها وإن كان تبادلت هذه النتائج مع دول أخرى بالتأكيد بالعقل الجميع سيصلوا لرقي أسرع وزاد الطين بالله قانون اتفاقية الملكية الفكرية اللي خلى من حق أي إنسان اكتشف فكرة يحتكر هذه الفكرة مشكلات الاستراتيجية والأهداف السياسية العلمية كل مجتمع عنده فضايا ملحة بالنسبة له فهو بدفع فلوس أو الحكومة بتاعت هذا المجتمع بتدفع فلوس لأجل البحث في هذه المجالات لو جانا مثلا الدول العربية زي دول الخليج عنده مشكلة مياه طبيعا حتلاقيهم بدفعوا كتير أو الحكومة بتدعم الجامعات بشكل كبير لأجل أبحاث تصفي مجال المياه وتحليط مياه الشرب وتحليط مياه البحر نفس القضية لمجتمعات الصحراوية أكيد أبحاثها بتدور حوالي الزراعة واستصلاح لأراضي الصحراوية فكل مجتمع بصرف البحث العلمي لحل مشاكله وعلى أمور تهمه فهذا بتعطبني مشكلة لمجتمعات أخرى لأنها بتستفيدش من هذه الأبحاث حبيت أنا في المساق هذه نعرض نبزة اللي بتعكس مقدار له وتأخر عنه في البحث العلمي وأسبابه طبيعي اللي بصرف على البحث العلمي كتير أكيد سيكون متقدم أكتر لأنه البحث العلمي إذا كنت عندك شبكين في الدار اللي بيبحث علميا بصرف أكتر بصير عنده أربع شبابيك فبتكون الرؤية تبعته أوسع طب اللي بصرف أكتر بصير عنده عشر شبابيك فبتكون رؤيته مجال رؤيته أكبر في دراسة لليونسكو في 2006 بيّنته نسبة الإنفاق في العالم العربي مقارنة يعني من الإنفاق العالمي يعني اعتبروا الإنفاق العالمية في المية لقوا أن العالم العراف كله ودول العربية كله مجتمع تنفيق فقط 2 من 10 في المية طب الكيان الصهيني قديش يا جماعة الخير؟ 7 من 10 في المية يعني تقريبا أربعة أضعاف العالم العربي مجتمع في حين لا يصل عدد سكان المحتلين في الكيان 5 في المية وأكيد هذا بأكس الفجوة الكبيرة بين الدول العربية والكيان طب الولايات المتحدة لحالها تقريبا تلق الإنفاق العالم على البحث العلمي عشان هيك حكم العالم كما أشرت الدراسة لأن نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان بلغت في الوطن العربي 136 باحث يعني لو جبنا مليون إنسان في الوطن العربي قديش وقبلهم باحث 136 باحث وعلى افتراض أنه 136 باحث هدون أنه بحاولوا جدوا حلول لمشاكل مليون إنسان هدون طب قديش في الكيان 1395 باحث مقابل كل مليون التحضل ربي 2439 باحث مقابل كل مليون إنسان الولايات المتحدة 4374 باحث وقاعدين منقول ليش الغرب نتقدم عنه لأنه بكل بساطة ما أخذ بأسباب التقدم عنه وإحنا نسي أسباب التقدم أو متغافلين عنها طيب مجموء إنفاق العالم العرب على البحث العلمي حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا جامعة هارفرد حالها تنفق هذا المبلم طب الكيان الصهيوني 6 مليارات دولار عنوان مصدر الكلام هذا في دراسة بعنوان واقع البحث اللي من في وطن العربي ما بين سنة 2008 إلى 2018 للدكتور خير محمد الخطيب من جامعة صنعاء وهي رابط اللي هو الدراسة وهذه الدراسة قيمة أنصح الجميع في اطلاع عليها وقرائتها نكتفي بهذا القدر للمحاضرة الأولى نصر العز وجل إنه تكون الفائدة المرجوة وصلت لوصيكم تقرأ المحاضرة بشكل جيد اللي حيتم طبعا تنزيلها الآن على الموديل اللي لإلكم وحيتم أيضا تنزيل الشرح المصور لإلكم بارك الله فيكم ونشكر لكم حسنا استناعكم ترجمة نانسي قنقر